السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفيديو اللي فات احنا تكلمنا عن الواف وتحديدا كاستام رول اعرفنا نعمل ازاي كاستام رول وازاي نربطه بالبوليسي بتاعتنا وازاي نربط البوليسي بالواف الخاص فينا وقلنا في نهاية الفيديو ان احنا هنتناول في الفيديو القادم اللي هو الفيديو ده عمليات المونيتورينج الخاصة في الواف لكن الحقيقة واحنا بنرجع المنهج لقينا وان مواضيع المتصلة بعمليات الابليكيشن والابليكيشن والابليكيشن والبوليسي والرول والكاستام رول والاشياء دي كلها لسه الكلام عليها ما انتهاش فبالتالي هنأجل مواضيع المونيتورينج لحين الانتهاء تماما من مواضيع المتصلة ببعض احنا ان شاء الله هنتكلم في الفيديو ده على حاجة تقريبا كده هي نفسها بالأجر ابليكيشن جتوي ولكن في اختلاف كده جوهري ما بينهم هنتكلم النهاردة ان شاء الله على الأجر فرونت دور طيب خلونا نفهم قوة ايه الأجر فرونت دور زي ما تعودنا نفهم علشان نبقى نقارن بين وبين اي حاجة شبيهة زي ما احنا قلنا وبعد كده نبقى نحدد احنا هنستخدم ايه فيهم استنادا على طبيعة الريكوستات اللي جاياني في الشغل او طبيعة المتطلبات اللي مشغل عليها الأجر فرونت دور هو خدمة كده مبنية على الـ CDN او الـ Content Delivery Network بيقدم لي ايه بيقدم لي برضو حماية للتطبيقات والـ Service اللي انا شغل عليها طيب ايه الفرق يبقى بين وبين الـ Azure Application Getaway اللي كان بيعمل نفس الشيء ما وبردو بيقدم لي حماية الـ Application والـ Web Application والـ Service والاشياء دي كورا الفرق هنكتشفه مع بعض لما نروح كده نتكلم في الدقايق القادمة على الـ Azure Front Dور وخلونا كده نروح نجيب الصورة اللي ماكروسوفت تشرح عليها الخدمة ديت نكبرها كده عشان نفهم الدنيا رايحة فين وكاين من هنا لو نلاحظ انه الـ Request او الـ Client اللي بيطلب الموقع او الـ Web Application اللي اسمه كوتوسو دوت كوم بيدخل هنا من خلال الـ Front Dور ده الـ Front Dور هنا الـ Front Dور بياخده من ايده نلاحظ ان هو بيوصله او بيلبيله طلبه ولكن من خلال ايه؟ من خلال عدة مناطق من خلال حاجة اسمها الـ Edge Location او منطقة الحفة يعني هي الترجمة الحرفية لها كده ولكن فهمها عبارة عن الـ Customer لما يطلب الـ Request من خلال الـ Web Application كان بيتم ايه؟ كان بياخد الـ Web Application منه Request ويروح يلبيله طلبه من خلال الـ Back End Boot صح كده؟ كل ده كان بيتم Regional من خلال المنطقة الوحدة لكن في الـ Diagram او في الرسمة او في الصورة قدامنا ديت هنلاحظ هنا ان فيه عدة مناطق هنلاحظ ان فيه Location او Region هي اصلا الـ Data Center او الـ Ombre Data Center مبنية فيها اهيه شايفين؟ وفي منطقة تانية Region مختلفة تماماً موجود فيها بعض الخدمات زي الـ SQL Database زي الـ Virtual Machine زي الـ Casimo Database زي نشعارة الـ Web Application وهكذا وفي منطقة تالتة هي اصلا اصلا مش عندي Microsoft هي Other Cloud Set عند امازون عند جوجم عند علي بابا عند ام حسن فبالتالي هنا نقدر نستخلص الفرق بين الـ Application Gateway وبين الـ Front Door الفرق ان الـ Front Door بيشتغل Local تمام كده؟ بينما الـ Application الـ Application Gateway بيشتغل على الـ Region خلاص مش هو ده الفرق الوحيد ولكن فيه فرق تانية ولكن هو ده الفرق الجوهري فيما يعني ان حضرتك لو الخدمات بتاعتك داخل نفس الـ Region او داخل نفس الـ Virtual Network حضرتك recommended تستخدم الـ Application Gateway اما لو خدماتك موزعة بين اكتر من الـ Region او حتى اكتر من cloud service او في خدمة منهم على الـ On-Prim عندك وفي خدمة على الـ Cloud مختلف عن الـ Azure وفي خدمة مش عارف في الـ Region الفلانية فحضرتك استخدم الـ Front Door هم اللي اتنين يتبعوا نفس النهج او نفس السياسة شغالين على الـ Policy شغالين على الـ Rule شغالين برضو على الـ Back-end بسيطة ولكن خلينا نأكد ان الـ اختلاف الجوهري ان الـ Front Door شغال بينما الـ Application شغال على المنطقة الـ واحدة خلونا كمان نوضح انه احنا زي ما قلنا في بداية الفيديو ان الـ Front Door برضو بغم ان هو شغال او بجانب ان هو شغال Global هو بيشتغل على السيرفز اللطيفة او المفهوم الـ CEN او الـ Content Delivery Network يعني ايه الكلام خلونا هنا نروح نشرح يعني ايه الكلام ده كده سريعا عندنا صورة تانية بتوضح لي مفهوم الـ CDN او مفهوم بيسموه SPILIT TCB طبعا ايه الكلام او ايه الفكرة قال لي تعالى مفهوم الـ CDN او SPILIT TCB الـ القائم عليه اصلا الـ Front Door ده عبر عن ايه هنا عندك الـ Origin او Origin يعني ايه يا شباب يعني المنطقة الاصلة عندي هنا اوروبا هي المنطقة اللي انا نشأت فيها السيرفيس بتاعتي او اللي موجود فيها الخدمات اللي انا محتاج اوصلها للكلائد خلاص تمام انت هنا client جيني من مختلفة واحد جاي من لوس انجلوس واحد جاي من سيدني واحد جاي من هونج كونج خلاص تمام الراجل اللي في هونج كونج ده هونج كونج اصلا موجودة فيه موجودة في اسيا طيب لما يطلع من اسيا يروح لاوروبا ده بسميه ايه بسميه Long Distance سيفة طويلة خلاص فهنا الكونجشن هيسافر من اسيا اللي هي هونج كونج يروح يطلب الخدمة من اوروبا اللي في سيدني برضو هيعمل نفس الشيء سيدني ليه موجودة فين؟ استراليا طيب استراليا واوروبا وإن كانت مش زي اسيا واوروبا المسافة منهم يعني الى حد ما يعني قريبة ولكن برضو فيها بعد جغرافي كبير اللي موجود في لوس انجلس اللي هي في امريكا يعني هيروح برضو يطلب الخدمة من اوروبا قال لي تعالى انا علشان اوفر عليك الوقت اوفر عليك المسافات وديك اقل لا تنسي انا بستخدم حاجة اسمها الشورت تي سي بي كونجشن او بستخدم حاجة اسمها سبيلت تي سي بي وزي ما احنا شايفين سبيلت يعني انقصام او تقسيم انا بقسم هنا الكنجشن جزء هيروح للفرونت دور وجزء هيبقى قائم من الفرونت دور رايح للأوريجين طيب خلينا برضو ببساطة نوضح المفروض الراجل اللي في هونج كونج بدل ما يروح من هونج كونج وهي في اسيا زي ما قلنا يتصل باوروبا انا هنا من خلال الفرونت دور اللي محطوط على اجر من خلال تقريبا مية وطمنتاشر ايج مية وطمنتاشر ايج بيشتغل عليهم اجر هيبدأ بمجرد ما انا اقوله انا محتاج افعل ال اجر فرونت دور هيروح حطيلي فرونت دور في الحواف او ال اجر الخاصة باشر فبالتالي هنا لما الريكوست يجيني من هونج كونج يروح لاوروبا هو هيروح في البداية لاقرب حافة او اقرب منطقة ليه وبعد كده المنطقة دي هتاخد الريكوست يوجهه لاوروبا انا كده عملت ايه انا كده وفرت زمن الاتصال وقللت كمان البعد الجغرافي لانه الاتصال هنا هيبقى قايم بين اتجاهين مش اللي في هونج كونج بيروح يطلب الخدمة واللي في اوروبا الخدمة نفسها بترد بالاستجابة فبالتالي ترافيك رايح وترافيك جاي فهنا فيه بعد زمني وكمان بعد جغرافي انا الفرونت دور هنا حللي الكلام ده من خلال زي ما قلنا انه بياخد الكنيكشن بيوجهها الاقرب حافة ومنها على الوريجين بتاعتي يبقى كده قدرنا نفهم يعني ايه الفرونت دور الفرونت دور برضو بيشتغل لوت بلانسر ولكن لوت بلانسر متقدم شوية يعني زي ما قلنا اللوت بلانسر في فكرته توزيع احمال هنا برضو الفرونت دور بيشتغل لوت بلانسر او موزع عب او موزع احمال ولكن جلوبالي زي ما قلنا يعني لو عندك مثلا ويب ابليكيشن موجود عند اجور ويب ابليكيشن موجود عند امازون او حضرتك حابب ان انت توفر باستخدام اكتر من مزود خدمة فبالتالي نفس الموجود عند اجور وهو نفس الموجود عند جوجل او امازون انا باستخدام انا باقدر اعمل اللوت بلانسنج ما بينهم حتى وهم مش موجودين عندي مش شرط يكونوا عند باكتر او مش شرط يكونوا في نفس الريجون او حتى مش شرط يكونوا في نفس الكلاود بروفايدر لا انا ممكن كمان اوزع لك الحمل لو حضرتك موزع السيرفز بتاعتك على اكتر من كلاود بروفايدر الحقيقة الكلام في الفرونت دور او البينيفيت او الكي مش هتنتهي ولكن يعني احنا بنحاول ان احنا نركز على اهم الموضوعات الفرونت دور برضو في ميزة انه حضرتك بيوفر لك ان انت تشتغل على الدومين نيم الخاص بك او تعمل دومين نيم خاص بك فيما يتعلق بالباك اند بور بيقدمك كمان السل او السيرتيفكت وهنا برضو السيرتيفكت هنا لها نوعين في الفرونت دور اما هتستخدم المانج سيرتيفكت او هتستخدم السيلف ساين سيرتيفكت من خلال الاجر كيفولت وان شاء الله هنحاول ان احنا نشتغل عليها ده الجزء النظري اللي احنا كنا حابين نوضح الفروق بين الابليكيشن جيتوي وبين الفرونت دور ونتمنى نكون ركزنا على اهم الاشياء الخاصة بالفرونت دور ان شاء الله في الجزء العملي برضو هنأكد على بعض المفاهيم واحنا شغالين وهيتضح فروقات تانية معانا ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي واللي هنتناول فيه الفرونت دور بشكل عملي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته